ده فيما يتعلق بالملف الأولاني الجزء الثاني اللي عايز أتكلم عليه هو شكل بطولة الدوري للموسم الجديد وإحنا الأسبوع اللي فات صدعنا في الحياة من خلال الأخبار الكتير جداً كما بتطلع يا جماعة المقترح الأولاني هنلعب دوري من مجموعتين المقترح الثاني هنلعب دوري من دور واحد المقترح الثالث إن الدنيا تفضل زي ما هي فكنا مستشفين إن الأفضل أو الأقرب إن أنت تلعب دوري مثلاً من دور واحد عشان تتفادى المواسم الاستثنائية المتكررة واللي بقى دمه تقيل جداً في الحقيقة في القرى المفرر إذا كان قدامك فرصة فأنا بعذر ربطة الأندية لأن هي مش صاحبة القرار لوحدها لا بيبقى فيه تشور مع ممثلي الأندية ممثلي الأندية أغلبهم أغلبهم قال لك لا يا جماعة إحنا عايزين الدوري من دورين والأمور تبقى زي ما هي لا إنت حتسرقني في كم مطش كده وانزل للدرجة تانية أو الأمور وانت مشيش معايا بخلاف الجوانب التسوقية والبس والكلام من ده فإحنا بنصعب الأمور على نفسنا حيبقى الموسم استثنائي وهيبتدي يوم 25 زي ما أعلنوا هيخلص في آخر 8 بس هنا الرهان على حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس إن ما يبقاش فيه تأجيلات غير للأندية اللي عندها ارتباطات أفريقية وعالمية زي النادي الأهلي والنادي الزمالك والبيراملز والمصري الأهلي عنده ارتباطات عالمية كساعة من أندلس يشعر فيه معده إمتى والزمالك والمصري والبيراملز ارتباطات أفريقية بس يبقى بشكل معقول يعني التأجيلات يبقى بشكل معقول بحيث أنت ما تأثرش على معاد اللي انت تحددته لإنهاء طويلة الدورية عشان نحاول نعالج الأمور والدني ترجع لطبيعتها بعد انتهاء هذا الموسم فده كان أمر من ضمن الأمور برضو المهمة وموضوع كمان كسر ربطة معادها طب السنة دي هتبقى في فترة توقف كسر الأمور أفريقية طب استنى لبعدي هتبقى أنت مش عارف طب بالأولوية هتبقى كسر ربطة برضو دي جزئية مختلفة أعتقد هتبقى فيها كلام كتير جدا يعني كسر ربطة بتاعة ربطة الأندية وكسر مصر بينظام اتحاد الكور فممكن يكون فيه خلاف في الحتة دي بعد هذا الموسم خليها ما نصبقش الأحداث ونتمنى التوفيق للجميع والأمور تمشي بشكل جيد في صالح الكرة المصريين دول موضوعين كانوا مهمين جدا في الحقيقة في بداية حلقتنا النهارة